خلي بالك في حتة دقيقة جدا قبل ما ينزل القرآن قبل ما ينزل القرآن اللي تكلموا في الإفك دول ربنا قال عليهم يتجلدوا 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا يعني يسقط اعتبارهم من المجتمع وأولئك هم الفاسقون يعني قال عليهم الثلاث حاجات دول إنما بعد نزول القرآن بتبرئة السيدة عائشة أي حد يتكلم على السيدة عائشة في موضوع الإفك يكفر يكفر بإجماع علماء الأمة وأمهات المؤمنين كالسيدة عائشة سواء بسواء يعني اللي يرمي السيدة عائشة رضي الله عنها بحاجة زي كده يكفر مبالك بالأقوام الذين يلعنون السيدة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في كل صلاة وبعد ذلك يقولوا نحن مؤمنون ده أنتو حبط أعمالكم من زمان ده النبي عليه الصلاة والسلام قال قذفوا المحصنة أي محصنة يهدموا عمل مئة عام يعني كونك تقذف وحدة عفيفة عمل مئة سنة من عملك الصالح يقع يهدم إشباقش إمال السيدة عائشة وأمات المؤمنين إنما تجدهم يا أخي في كل صلاة يلعنونا السيدة عائشة وسيدنا أبو بكر وسيدنا عمر ما يعتبروش صلاتهم كويسة لما يعملوا كده ما يقولك إحنا مؤمنين وإحنا إخوان في الإسلام بس إنتو يعني دي مزايا فقهية مزايا فقهية إيه دي مزايا بعقائدية الموضوع كبير مزايا بعقائدية